قصة أم تروي لنا تفاصيل معاناتها مع مرض عاشت معه لعشرين عاما أصبح المشي عندها حلما يراودها في المنام لتستيقظ وتنصدم بالواقع الأليم لنتابع سنوات عديدة مرت من عمر إمرأة كتب القدر عليها المعاناة والشقاء زوجة تعيطة لإمرأة من 2002 2002 حتى 2014 في 2014 وقعت المشكلة الكبيرة وهي المشكلة المتحدة في سبيطر تامايو دوني جابوني ردوني طلعوني هبطوني سوفريت فيام عام دامون دوني بزاف لزاناليز بزاف لزيارة بزاف لراديو لبيس لذيك ذيك ذيك درت قاوة شلازم لحما قريب ما عنديش أنا لك لقد أخذ ملص الماء وربي قدرني ورزقني الحمد لله يا ربي مسمحش في زوجة تعي درت اللي لازم هوش وش لازم منزيد ندير أكثر بعت اللي مورايا ولي قضامي واش كاين عندي رسقي بعتو بش زوجة تعيطة تقف على رجليها واش كاين عندي رسقي بعتو بش زوجة تعيطة تقف على رجليها مجا تکف على رجليها قلت نמשي بهذه للخلاص ويرادةه لجاء لولادي قلتون بدي تقراء وقاعتين وكانوا قاعد صغار بعد قلت ن.]؛ بهذه GI لا Storage مرض حرمها من القيام بدورها الأساسي كأم والاعتناء بأولادها الذين نشأوا بعيدا عنها مرض حرمها مرض حرمها تفرش لهم هي تحطرهم يا كل شيء تخصل حوائش يا كل شيء وانا مش قادرة هكا هم نقول ما عليش نديرها كوراج ونوقف معاهم وبابها ثاني كان معاها يوقف معاها يخصل معاها دفوة يخصل معاها يعاونها بعد كي قاعد في الشريطة مقدرش قال لها لازم تبطلي شوفي ليماك وبطلي قال لها بالمراسلة وخليها قال لي باش ما تخسش روحها بلي بطل دا من لي يكون إضافة إلى ذلك تعقدت حالتها النفسية التي أصبحت في الحديثة بعد طول انتظار وليوم الزوجة تعي راه زادت تأزمت كثير وكثر والتي ستراولها سوالح اللي يسراول الإنسان بسيكاترا منشي فاقد الوعي الزوجة تعي الحمد لله بعقلها لبس عليها ما تمنيا نلبس بليغة والله لا ما تمنيا ما تمنيا هكا ما تمنيا ما تمنيا نبس ونخرج نخرج ما نمره نمره نخرج هكا هكا نمشي نخرج حتى ننظر الصباح نصبر وهي نبس عملية جراحية دقيقة خارج الوطن على أمل تمكين الأم من المشي مجددا 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 وأنا إنسان بسيط إنسان بسيط مواطن عادي مواطن بسيط لا اشتعي ثلاثة وخمسين سنة في عمري لم يبقى من العمري اشتعى على الرأس وشيبه وهنا العظم بلش نروح نقدم عند ناس واخدقرين ونجيب دراهم بش نوفر لها المبلغ هذا لا غالب ما نقدرش عندي مسؤولية واخدى أخرى ليهم أولادي صغر ما عاشوش حياتهم مساكن كما كما الناس اللي راهم عايشين بنتي الضحيت بنتي وضحي ولاني رايح نشوفي روحي بلي لا غالب ما قدرش باش نزيد نضحي بولادي يخرجوا على الوطن ما نش بغي هذا الشي إن شاء الله بربي لكن الظروف الاجتماعية الصعبة حالت دون ذلك وخرجت عن حدود استطاعة الزوج الذي بذل كل ما في وسعه لعلاج زوجته لهذا نطلب بنداء من رئيس الجمهورية يا سيد الرئيس تبون احنا مواطنين وثقتنا فيك كبيرة ثقتنا في ربي وفيك كبيرة وقف معنا في هذا الموقف هذا وقف معايا في هذا الموقف يا سيد الرئيس وقف معايا في هذا الموقف زوجته عاوني نديها نداويها خارج الوطن عاوني وقف معايا وقف معايا في هذا الوقفة هذه اللي يرضى عليك نطلب نداء من الناس موزايا دائرة موزايا والصناعيين موزايا الصناعيين موزايا ركما تعرفوني وتعرفون الاسم تاع العائلة الزوجة ربي جزيكم عاونونا لوجه ربي لذلك وأمام هذا الوضع المؤسف توجه العائلة نداء لأهل منطقة موزايا خاصة والشعب الجزائر عامة لإعادة الحياة لإمرأة ضاع نصف العمر وهي حبيسة البيت